كشفت الحكومة البريطانية عن أن اتباع القيود الوقائية من كورونا سيصبح مسألة اختيارية إلى حد كبير عندما تقوم البلاد بتخفيف الإجراءات بما في ذلك ارتداء الكمامات وقد أضف وزير الإسكان البريطاني روبرت جينريك أن نجاح حملة التطعيم في بريطانيا يعني أنه بوسع الحكومة أن تفكر في كافية العودة إلى الحياة الطبيعية وكانت تقارير صحفية بريطانية قد ذكرت أن ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي لن يظل أمرين إلزاميين بمجرد دخول المرحلة الرابعة من التخفيف